السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهلا بكم عزيزي المشاهدين في حلقة جديدة على قناتكم بحبك يا بلادي كل ساعة بتعدي علينا وبتقربنا من مباراة منتخب سوريا والعراق بكل أسف بتزيد الموقف حساسية مباراة منتخب سوريا والعراق أصلا هي مباراة حساسة لأنها مباراة بالنسبة للمنتخب العراقي مباراة مفصلية منتخب العراق عمره ما هيوصل إلى ملحق كأس العالم لهذا العام إلا من خلال الفوز على المنتخب السوري وبالتالي هي مباراة إما فوز وإما خسارة حتى التعادل هيخلي منتخب العراق للأسف ما يوصلش إلى الملحق ده كلام مفهوم ومعروف سواء بالنسبة لأهلنا في سوريا أو بالنسبة لأهلنا في العراق لكن من مبارح بالليل والنهاردة الصبح بدأ يتم تسريب كلام ما ينفعش إن هو يتجال بدأ يتم تسريب بكل أسف أن الاتحاد العراقي لكرة القدم سيدفع مكافأة لكل لاعب سوري خمسة وعشرين مليون ليرة سورية يعني عشرة ألاف دولار نظير الفوز على المنتخب العراقي تخيلوا معايا إن كل لاعب هياخد عشرة ألاف دولار وأكيد الكادر الفني ليه نصيب هل الكلام ده صحيح؟ لا الكلام ده قولاً واحداً غير صحيح بالمر للأسف للأسف أهلنا في العراق انجروا وراء هذا الكلام وصدقوه وآمنوا به وبدأوا ينشروه على عدد كبير من الصحف وبدأوا كمان يزودوا على هذا الكلام أهلنا في العراق الحد الأدنى بيقولوا إن مباراة سوريا والعراق مباعة للإمارات في منهم اللي بيزود على كذا وبيتكلم على مكافأات وبيتكلم على كره وبيتكلم على إن رئيس الاتحاد الأسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بيكره العراق وبيكره المنتخب العراقي والاتحاد العراقي لكرة القدم ده اللي خلى الاتحاد الأسيوي والاتحاد الدولي يخلوا موعد المباراتين في نفس الوقت الساعة 3.45 دقيقة يوم الثلاثة المقبل 29 مارس لمنع فكرة البيع ولمنع التلاعب وكمان لمنع المشحنات للأسف تلك الأخبار انتشرت كالنار في الهشيم 10 ألاف دولار لكل لاعب سوري نظير الفوز على المنتخب العراقي جعلت تدور وأبحث يا ترى مين اللي وراء تلك التصريحات والكلام لم أجد إلا إسما واحد لإعلامي ومعلق رياضي يعمل في قنوات بيئن سبورت القطرية وهو محمد السعدي اليمني الأمامكم في الصورة محمد السعدي اليمني يقال أن تلك التصريحات كانت على لسانه هو من قال بمكافأة العشر تلاف دولار لكل لاعب سوري نظير الفوز على المنتخب العراقي العجيب في الأمر أن محمد السعدي اليمني هو اللي هيعلق على مباراة سوريا والعراق يعني أمور بالنسبة لي طبعا أمور غريبة جدا جدا ما زاد الطين بلا بعض الإعلاميين العراقيين والذين يحبون المنتخب العراقي بدأوا يصرحوا بشكل واضح تصريحات ما تنفعش منهم مثلا الإعلامي روان الناهي الإعلامي العراقي كتب مثلا الخطوة الأولى من طريق المهمة المستحيلة تحققت بالفوز على عيال زايد الآن يجب الفوز على نصور قصيون إخواننا السوريين هو بيوجه رسالة لإخوانه السوريين عشان يسيبوا المباراة وانتظار هدية الشمشون الكوري بالفوز أو التعادل أمام الإمارات وبعدها سنكون في نزهة أمام أستراليا نزهة مين؟ نزهة مين؟ أستراليا اللي يشوف أداءها في المجموعة بي أمام السعودية يعني أنت بتهزر أكيد وأمام الصين لا مش نزهة أنت مش في نزهة خالص وفي النهاية ختم كلامه بكلنا كوريا مش كلنا عرب لا كلنا كوريا لشان كوريا هتفوز على الإمارات وبالتالي العراق هتفوز إيه اللي خلى تلك الحالة من المشحنات تصل إلى تلك الذروة؟ الحقيقة أن الأمر سببه هو تصريحات منسوبة إلى رئيس الاتحاد الأسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان ابن إبراهيم في برنامج يقال أنه اسمه حديث المساء يعرض على قناة صبا البحريني قبل أن أبدأ في التصريحات كل التصريحات دي غير صحيحة وغير صديقة وليس عليها أي دليل نهائي لكن تلك التصريحات ساهمت في تأجيج الروح لدى أهلنا في العراق وبدأوا يلونوا من عندهم ويقولوا خلاص إحنا هنكون كبش الفدة والإمارات هي اللي لازم توصل للملحق يعني أول تصريح مثلا منسوب للشيخ سلمان الجماهير العراقية بدأت تتجاوز بحقي وأنا لم أفعل شيء وعلى الجماهير العراقية تقديم الاعتذار وأوعدهم برفع الحظر عن الملاعب العراقية قريبا المنتخب العراقي لو لعب في بغداد لا أعتقد سيفوز على الإمارات لأن طبيعة اللاعب العربي الخليجي لا يتحمل الضغط الجماهيري لذلك على الجماهير العراقية أن تشكرني لأنني وفقت على نقل المباراة وإبعاد المنتخب العراقي عن الضغط طبعا على ناحية أخرى السيد عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم لا طبعا وازع لان ويرى أنه ظلم وتعرض للظلم أيضا أضاف فرصة تأهل المنتخب الإماراتي إلى الملحق أفضل من فرصة العراق لأن الإمارات تحتاج فوز بدون أي شيء ثاني عكس العراق يحتاج فوز وتعثر الإمارات مما يسبب ضغط على المنتخب العراقي وده كلام ما فيهوش أي خلاف أتمنى تأهل المنتخب الإماراتي لأنني زعلان من الجماهير العراقية طبعا لا يوجد أي حد في الدنيا يتخيل أن رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم يقول أنا زعلان من الجماهير العراقية لا طبعا كلام ده غير صحيح بالمر أهلنا في العراق والاتحاد العراقي لكرة القدم يعني الفترة اللي فاتت يعني اتضغط عليهم كتير تحديدا بعد ما تم الاتفاق على أن الملاعب هيتم رفع الحظر عنها وهيلعبوا كل مبارياتهم في التصفيات على أرضهم في العراق في بغداد فجأة وبدون مقدمات تم إلغاء هذا القرار تم إلغاء هذا القرار بسبب أمور يعني خاصة بالحروب والسياسات والأمور اللي انتوا عارفينها وبالتالي كل الناس كانت متعشمة تشوف منتخب بلدها أمام أعينهم فجأة لجوا نفسهم بيلعبوا مع منتخب الإمارات في السعودية في الرياض وبالتالي هذا الأمر أثر عليهم بالسلب الرسالة الأخيرة اللي ممكن أوجهها سواء للمنتخب السوري أو المنتخب العراقي بالمناسبة حد الشي زعل مني أنا بشجع المنتخب السوري وأقول لكم قولا واحدا منتخب سوريا في هذه المباراة هيموت نفسه عشان يفوز وده لأنه بيلعب كرة قدم وما ينفعش تحت أي ظرف من الظروف إنه هو يروح في نحية على حساب النحية الأخرى ما ينفعش إن احنا نتخيل أبدا تحت أي ظرف إن منتخب سوريا يبيع المباراة للعراق أو يبيع المباراة للإمارات كل الكلام ده مرفوض نهائيا كلنا في النهاية أخوة أنا مصري بتكلم معاكم عن المنتخب السوري بتكلم معاكم عن المنتخب العراقي ما تنسوش كمان إن محمود المواس محبوب الجماهير العراقية والذي يلعب معنادي الشرطة العراقي هيكون موجود إن شاء الله بإذن الله في المباراة المقبلة مباراة سوريا والعراق التي تم تحديد موعد لها الساعة الرابعة إلا الربعة يوم 29 مارس كل لعيبة منتخب سوريا داخلين تلك المباراة عشان يفوزوا وهيلعبوا لعب رجولي جدا جدا عشان يرفعوا عنهم الحرج الحرج اللي بكل أسف ناس كتير اضطرت إن هي تحط المنتخب السوري فيه ناس كتير وصحف عديدة ووكلات إخبارية كبيرة في العراق وبعض من المواقع الصفراء التي ليس لديها أي صمعة إلا في نشر الأكاذيب نقول ونعيد المباراة ستكون مباراة قتالي لآخر لحظة منتخب سوريا هيلعب برجولة منتخب العراق هيلعب برجولة وفي النهاية أرضية الملعب وكرة القدم هي اللي هتحكم حتى إن تم تعيين طاقم حكام يباني لتلك المباراة طاقم حكام كامل يباني عشان يكون ملهوش أي صفة ولا لي أي دعوة طاقم حكام قطري طاقم حكام عربي بيبجى مشكوك في زمتهم طبعا أنا ضد فكرة التشكيك في الزمة إلا بدليل وبسند يعني لكن على أي حال طاقم حكام يباني وأرض الملعب هي التي ستحسن بإذن الله إن شاء الله الأيام المقبلة منتخب سوريا أول ميران ليه كان مبارح منتخب العراق إن شاء الله بإذن الله هيبدأ تمرينه النهاردة وعلى الأغلب وأنا بتكلم معاكم في الفيديو ده هيكون المنتخب العراقي بيتمرن التمرين بتاعه أمر مهم جدا تم الحديث عنه في اليومين اللي فاتوا بخصوص اللاعبين السوريين المحترفين تحديدا اللعب حسام عايش يمكن تم الإعلان من قبل الكابتن غسان معتوق إن اللعب حسام عايش مش هيلعب مع المنتخب السوري عشان عنده إصابة وهو كان في القائمة المبدئية ولكن فجأة وبدون أي مقدمات نجد أن حسام عايش يلعب مباراة ودية مع نادي آيف كي جوتنبرج في الدوري السويدي الممتاز ولعب وكمان سجل هدف ناس كتيرة بدأت تشكك في موضوع حسام عايش وتقول لا هو مش عايز يلعب مع المنتخب السوري وبين وبينكم ملف اللاعبين السوريين المغتربين إحنا محتاجين إن إحنا نعرف طبيعته وحقيقته كنا في الأول بنتحنن على الاتحاد السوري لكرة القدم إن هو يضم لاعب أو اتنين وفجأة لجينا أيام تيتا حوالي 15 لاعب أو 20 لاعب بيتم التواصل معهم في نفس الوقت فجأة لجينا أربع لعيبة موجودين في الأراضي السورية بيتمرنه مارك جيرجيس وماتيوس بهنان وشاركو شهاب ومش فاكر الرابع مين والمار إبراهام أخو سرجل إبراهام أربع لعيبة والجينا ملهم بابولي بيوافق يلعب مع المنتخب السوري فكرة إعطاء فرصة للعبين أن هم يحصلوا على عقود عربية بعروض مغرية وبقيمة مغرية ده حصل بكل أسف وساهم في تراجع هؤلاء اللعبين هل حسام عايش تهرب من تمثيل منتخب سوريا بتلك الطريقة؟ الله أعلم ما عرفش لكن أكيد أكيد بعد مباراة العراق هيكون لنا حديث عن هذا الموضوع عشان نفهم بالزبط يا ترى موقف اللعبين المحترفين هيكون إيه في الأيام المقبلة؟ تحديداً واللي تابع منكم من شوية محمود المواسكة ليه تصريحات وتكلم على أنه هو بالنسبة له شايف أن اللعب المحترف أو المغترب هو بعينه اللعب المحلي ولا فرق ما بين الاتنين اللعبين تقبلوا كل تحياتي وبكل التوفيق للمنتخب السوري بإذن الله في مباراة العراق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته